اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم 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 عن خبرة وكذا فاستغلينا هاي المكان والمكان كله عبارة عن مطابع هم من المنطقين نعم فيعني يكون سوق المطابع هنا بس لكن محد يعرف انت تتزور بهذه المطبعة يعني انه مجرد انت صاحب أبو مطبعة نعم لكن الناس ما تعرف انه انت تتزور بهذه المطبعة المتهم الآخر اللي تم القال قبض عليك مع أبو المطبعة نعم نعم شنو كان دورك بالله أنا دوري اشتري الهويات من قبل اتصل بي اريد الكمية المطلوبة لان شغلي شواني ما يقول على التصريب نعم فأخابر اقل اريده لي فعوال فونس او ما شابه ذلك يعني الارقام اللي اريت هاني فادق الباب اتصل بي متواعداني ادق الباب يدخني فاطني الكمية المطلوبة اللي هي بطاقة الاحوال المدنية فقط فقط عادها هنو اشتغل عنها بس البطاقات الاحوال المدنية تاخذ البطاقة الاحوال الشخصية تروح بيها انزل بيها اللي بوم ريدي نعم اللي هو هناك التقاطع الارض اللي يسمونا بوم ريدي مدينة الصدر يوم يتلتقون انت ويهو بين فترة وفترة حسب عملي مش ما احتاج اتصل بيها اجيل اللي جا يعني اصير المكان الاستلام هنا في هاي المكان يعني هو يسلمك هنا البطاقة نعم يصير التسليم هنا الكمية المطلوبة تسلمني ايها تروح بيها نعم أنزل بيها بمريدي مدينة الصدر تقاطع لأرزدي تبيعها للناس؟ نعم نعم يبيعها للناس لا على التعيين مثل ما مخصص أي مواطن يجينا بيحليها يعني بدون أن أحد يوصيك رد بطاقة شرسة؟ لا لا يجينا أنا الطهية فإن نصاية أقل أنتظر أن أسلم إياها بغير مكان مو بنفس المكان الطهية أنا مود بعيد عن نظار القوات الأمنية يعني تفكر أنك مصادر قوات أمنية؟ نعم نعم موجود المصادر كانت وصارت مثل ما يقول لهم يجوني لزموني بهذا المكان حاولت الفرار ما قدرت فمنتشرين كل مكان كان وكافأة إجرام الحبيوه تم القبض عليه حاولتك شنو كان؟ حاولت اللي هي ألف ونص وبعد ألف وشتمية بطاقة شخصية وزورة؟ بالضبط هذي هي المطبعة؟ نعم هاي المطبعة هذي المطبعة هذي المطبعة اللي كنتو أنتو تطبعون بها؟ نعم نعم وهذه هي القاسوصل؟ نعم تقطعون هنا نعم تقطعون هنا نعم والمتهم الآخر هو أبو المطبعة؟ أبو المطبعة نعم هو اللي يطبع لكن أنت فقط تأخذ البطاقة الشخصية وتبيعها للناس؟ نزل بيها بمريد صالح كيف قد بهذا العمل؟ مانتشر سبع تشر به الحدود يعني يصال الفترة يعني كيف سعر البطاقة الوحدة تبيعها للناس؟ أنا اشتريها منها بخمسة البطاقة من عندها بخمسة ثم ما تبيعها الآن؟ نعم ثلاثون، 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 أربعاين يعني ربحك يكون هم هل لو عشرة ألف عشرة ألف؟ أو أكثر أو أكثر وثلاثون! نعم حسناً، هل تأخذ عدد من عندك؟ أخر كمية التي قمت بهاها ألف و مص ألف و مص من غير فرد ؟ ماذا تبايع للناس؟ ليس سوى حسب العمل أخذ خمس مئة أخذ ألف على التصريف ماذا تتحدث عن هذا الوقت؟ تتحدث عن القطعة ثلاثين و خمس و ثلاثين ليس سوى والناس تعرف بها أن الناس الذين يأتيك لا على التعيين لا على التعيين مكانك توقف عندك مكان محدد فيه؟ نعم موجود مكاني لا تفكر أنه يوجد قوات أمنية نعم موجودة قوات أمنية ولكن الوقت للتسليم بالتسليم غير مكان لا يجعل الرجل الأمن يلاحظ تغير مكانك؟ غير من مكان إلى آخر بعد أن لا أطفد يوم مكان واحد نعم لكن هنا في المنطقة هذه متبع للناس لا 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 في المنطقة ما أبيعهم مثل ما يقول من غير منطقة نعم أنت أول شخص تم القال قبض عليك؟ نعم يعني بالهويات المزورة التي تم القال قبض عليك هنا كان بحاوستك؟ نعم نعم و أبو المطبع؟ أبو المطبع إلينا أثناء التعقيق استدرجت القوات الأمنية أعترفت عنه أعترفت عنه موجود هنا بباب الشدي لم ينطقة البتاويين طابعة يعني هو بسئلك يشتغل ويأكله و عنده غير نار تشتغل؟ لا 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 أدرب هذا الشيء أعتصل بي تليفونيا ونتواعد كيف كان شغلتك قبل أن تكون مزور؟ كاسب لا كاسب عامل جميلة صناعية أنت موش بشغلة أن تكون أفضل ما أنت اليوم متهم أمام القضاوي الزور تفتري على الناس شفتها سهلة شفتها سهلة و بها فلوسة ما نادم على فاعلتك هذي؟ طبعا نادم عائلتي واني شي صار تنادم على هذا الشيء صورنا بذيك القاعة آلف تطبعها الحديثة والجهاز التقطيع هاليا هاي القاعة عندنا بها طابعة تطبع ورق أي ثري حسب الدعاء المتهم تطبع ألف صفحة ألف ورقة بالدقيقة الوحدة بالدقيقة الوحدة ألف ورقة تطبع الآن سنتقل للغرفة اللي انضبت بيها الأختام نعم يعني هم حتى مختارين مكان بعيد عن الناس نعم يكون مقاربين من الأنظار نعم نشوف أنه هي عبارة عن مطبعة يعني شوان بيتم ساوية المطبعة بيت قديم البناء نعم نعم هاي الغرفة ها هي الغرفة بهذا الديلر نعم نضبطت الأختام هاي الأختام تكون بهذا الديلر والأختام اللي انضبطت هنا بهذا الديلر نعم هذا المكان مي يجلب الشكل اللي يشوفه يقول مكان قديم مخزم كأنه بيت متروب كأنه بيت متروب نعم هاي الأختام كانت هناك نعم من خلال التفتيش نضبط الأختام بهذا الديلر بهذا المكان نعم هاي الإدارة مارتك اللي انت أبو مطبعة اللي تتبع بيه هاي البطاقات الشخصية المزورة للناس اللي ما تعرف انه هاي بطاقات هاي اللي يريدي يجيبه وشوفه ونطبع له عليه تتعامل بيه أكثر من الناس يعني واحد تتعامل بيه مثلا بسوق معين والثاني بسوق آخر وانت لكن البطاقة تريحها على خمسة ألاف أنا ما أعرف هم وين يتعاملون بيها وين يبيعونها فهي يجي يريدي نموذج يعني اعتبر لعنا بايا لسلحة يعني مؤمن كمية نعم نعم جلساتكم كوم هاي الغرفة نعم هاي الإدارة بالضبط الأدارة زين انت متشد تنفكر يومي ما انه مكافحة الإجرام يتم القابض عليكم او الجهات القوات الأمنية مثل يقول عين ساهرة على بناء الوطن هذا اللي يعني تزوير وبطاقات الشخصية المزورة ويعني الناس تكون متعرف يعني يكون ناس تكون سيادة الملازمة أول يفكر انه هاي بطاقة الشخصية خلص صحيحة وهي شيش لكن اكو ناس متعرف انه اكو ناس مزورين اكو ناس يعملون بالإجرام زين انت متشد تنفكر انه يومي ما القوات الأمنية تنقل قابض عليك بهذا المكان وهي صارت بعد مجازفة وشي غلط ببيل من بداية انت ابو مطبعة وتقدر تشتغل غير شغل يعني انت عندك مطبعة وعندك إمكانية بتقدر بدل من انه تغش العالم بهذا شغلات يعني الحرام بتقدر تشتغل غير شغل بعد جازفنا بالسمعة بعد جازفنا بالطابر الزخ تم القاد قابض عليك بالمطبعة هنا من قبل قوات الأمنية بالضبع يعني مكافحة الإجرام دخلوا عليك هنا انت لما قلت هاي الهوية ما راح تصدرها اللي راح يستخدمها يدخل بها سيارة ومفخخة يدخل صفد شخص عراقي جزء عربية جنسية ما فكرت بهذا الشي؟ لا ما فكرت هو اللي ياخذها يقول لي ياخذها على مدة الناس يريدونها يزغروا موالي التعيينات يعني يريدها مثلا يعني يفتع فيها باب رزق ما فكرت بأرواح الناس ممكن يجيبيني يعني يجيبلك يعني مثل ما نقول يعني شي غلط هذا الشي يعني ست اليوم متهم أمام القضاء القضية الكبيرة يعني تم المشتوى هل تحتاج مادية حتى انه تطبع الشغلات وتشتغل بالتزوير؟ يعني هل تطبع يعني مثل ما تشوفوني يعني نماذج يجيبين لا يوقب شغلات ما أقام بسربيا صحيح مردود مادية والمغراءات هواي بعد اشقل تتطبع بالاسبوع بالشهر؟ سيدي حسب الطلبية اللي يصرفونها تقريبا اشقل؟ يعني تقريبا ثلاثة الاف لا خمسة الاف بالاسبوع؟ بس واحد؟ واني يعني بس سلسوق عمره يجيونا يأخذوا من عندك؟ لو بغير مكانهم أبو سيدك وولدي خابروني ويقلي منطرف خلويا يعني يعني وجهت عاملوا أقالوا وروح مارا صارلك اش قدب هذا المكان؟ هاي المطبعة؟ يعني صارنا فترة هاي تقريبا منه الزور للعالم وتبيع؟ لا هاي الفترة أنا مو من زمان هواي شوية صار الوضع الاقتصادي شوية بعد دهور بالنسبة لعملنا واتجهت على هذا الاتجاه نعم سيات ملازمة أولة كنت تشرح لنا شوان تم القبض على هذه العصارة؟ تم تشكيل فريق عمل وزرعنا مصادر ضمن سوق مريدي وتوصلنا المعلومات جمعنا معلومات عليهم وبان فلان فلان يوم في هذه الساعة اللي لقينا القبض عليهم رح يصير تسليم بها هوايات اللي هو الممول مع المزورين بالسوق مريدي نعم تشكلنا فريق عمل وتم القبض عليه واخذنا الموافقات الأصولية من السيد القاضي التحقيق ومن السيد مدير مكافحة إجرام بغداد اللواء حيدر المحترم جهلة تحية لأن هذه مكافحة الإجرام تشتغل العين الساهرة على بناء عراقنا إن شاء الله العظيم لكن الناس اللي تشتغل بهذه التزوير أو في بعض الجرائم الأخرى تكون ناس تكون عندها حذر لكن القوات الأمنية تكون أحذر من عدوم يعني من خلال المصادر بشراف من السيد مدير مكافحة إجرام بغداد اللواء حيدر المحترم وشراف سيد مدير مكافحة إجرام الرصافة العميد أودة ومدير المكتب شخصياً المقدم علي تم تشكيل فريق عمل وتوجهنا بعد التحقيق مع المتهم اللي نضبطنا إياه بحوسة الهويات الأحوال المزورة من خلال التحقيق احتراف على المطبعة منطقة البتاوين توجهنا المفارد التنسيق مع القوة الماسة كل الأرض ومديرية مكافحة إجرام الكرادة تم القبض على صاحب المطبعة وتم ضبط بحوسة فيلم تابع المصرف الرشيد وتم ضبط بعض الهويات الأحوال المدنية المزورة الفارغة وتم ضبط قسام بيع الوقود والنفط واختام أرقام مختلف أنواعها تستخدم البطاقة الثومنية والجنسية أيضاً يستخدمون لفلوسهم هاي الأختام مختلف الأحجام تم القبض عليه وتوجهنا به إلى المكتب المكتب مكافحة إجرام الحبيبية بعد التحقيق اعتراف عن صراحة أمله بهذا المجال المتهم اللي نضبط طويال الهويات صار لما يقارب ثمانة الشرك يعمل بهذا المجال يعمل بهذا المجال نعم صاحب المطبعة صار لكثر من سنة يعمل بهذا المجال من توقف حسب اعترافه يقولون توقف الشغل الشغل هم السيد تدرين من السوق سؤال الحركة متوقف منه نخلل التصدير فقام يشتغل بهذا المجال تم القال قبض عليها تم القال قبض عليها أرضتها وراقم على السيد قاضي التحقيق ووقفهم على المادة ١٨٩٩ بدلالة المادة ٢٩٩ تزوير هي وحكم هذه المادة من ١٠ سنوات فما فوق إن شاء الله طبعاً جهودكم هي المشكورة مكافحة الإجرام هي اليد العاملة مثل ما ذكرت على بناء العراق العظيم نشكر جهودكم نشكر وزارة الداخلية يعني القرض على هذه الناس المجرمين اللي هم أصلاً ممكن يأذون البلد وأذوا البلد بهذا الإجرام اللي هم إن شاء الله أعزائنا المشاهدين بعد جولة كاميرا برنامج حاج الصمت إلى موقع الجريمة وتفاصيلها ننتقل وإياكم إلى الاعترافات الشخصية للمتهم متهم سين نعم سين بيننا مكان اللي تم القبض عليه كبير وإنت تمارس جريده بغدان مديد تصدر بالتحديد سوق مرين الجريمة اللي شنت تمارسها بطاقات الأحوال المدنية نوع الجريمة اللي ترتكبها بطاقات الأحوال الشخصية تنزيل مواليد مثل الجن واحد نزل مواليدة بيّننا بيّننا شلون نزل مواليدة مثل يعني شلون تستعمل هوية الأحوال المدنية هل هي فارغة مليانة وتحكها وتشطبها من فارغة وجديدة لا لا فارغة فارغة طهية المواطن شلون يطلب منك الخدمة وشلون توصل له؟ أنا موجود هناك بلورز اللي هو مريدي ويترددون علينا يعني اللي يطلب الجنسية طهية إيج قد الأسعار اللي تطلبها؟ 30-35 الهوية خلال إيج قد تكمل هوية الأحوال المدنية وتطيها للي طالبها؟ للي طالبها أقل النصة لأنها عزة خافعة مثل نظر الشرطة أو ما شابها قوات الأمنية عزلة على صفحة أنتو عدم مكانو وأطيها ألقي عليك القبض من قبل مفارزنا ضمن قاطع قاطع المسؤولية منطقة السوق مريدي بعد متابعتك شقدت أعداد هويات الأحوال المدنية اللي عندك كانت فارغة مليانة شقدت أعدادها؟ تم بحوزتي من ألف ونص إلى ألف وستمينت هوية فارغة؟ فارغة أكثر شقد صار لك تمارس هذه المهنة؟ المهنة مارسة صار لحوالي ثمانة شعور تسعة يعني مو أكثر من اللي يزودك بهذه المبارز الجرمية؟ هذه هويات الأحوال المدنية المزورة منين تتزود بيها؟ الباب الشرج اللي مطقت البتاوين شارع الطابعات سابقاً شدت هناك أشتغل وتعرفت على زميل اللي هناك في يزودنا بالطابعة لما نمات بيع الهوية الأحوال المدنية بـ 30 و 35 نعم صحيح شقد سعر سعر الهوية الأحوال المدنية اللي بيع لك إياها صاحب المطبعة؟ القطعة 5,000 القطعة 5,000 5,000 للوحدة؟ نعم وياهن اللي يبول طالع؟ نعم كام كاملة 5,000 كاملة تم القال قبض عليك وبصحبتك شخص آخر؟ نعم متهم آخر؟ موقوف صاد متهم صاد يعني زميلك يشتغل وياك؟ نعم زميل من يا فترة يشتغل وياك؟ نفس الفترة تقريباً عمي نفس الفترة يعني متهم وياك يتاجر بنفس الهوية؟ نعم 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 يعني تمارسون تزوير المحررات الرسمية وهوياك الأحوال المدنية منذ حوالي ثمانة شهر؟ صحيح نفس الأسعار وهوياك يشتغل؟ نعم نعم وياك طيب بيننا شلون تم القال قبض عليك وهوياك زميلك؟ وبصحبتك هذه الهويات الأحوال المدنية اللي هي 1600 إلى 1500 هوية أحوال؟ نعم أستاذ نزلنا بمنطقة مريدي نعم نعم نمارس يعني البيع والشرع عادي احنا موجودين واقفين نفس الوقفة فما شفت المفرسة جرام الحبيبي المفارس جرام الحبيبي سنعم نعم ورأسا من تم القبض عليك واشتريتها مني كنت تمارسون طبعا قبل لا يلقى القبض عليك بالتزوير سيدي كنت نطبع الكتب والإعلانات وبعض الشغلات يعني اللي تخص اللورات بالتزوير شوكي تمارست مهنة التزوير داخل المطبع سيدي يعني من زمان هم يعني وراء ما وكفت الشغلة ما للطباعة قام يجي المستورة دي صير أرخص وراجط بالآن الأخيرة شغلة التزوير ما تزوير وانطلبت من عندنا تم القبض عليك وداخل المطبع هويات أحوال مدنية بأعداد كبيرة وشهادات جنسية العراقية وبطاقات الوقود اللي هي للغاز والنفط شنو نوع الطباعة اللي تطبعها شنو نوع الطباعة اللي تطبعها سيدي هي الطباعة اللي تخصها الأوراق مرات تجي أوراق تصير طباعتها الإيزارية وأكوة أوراق تحتاج أحبار يعني مو تحتاج أحبار بيش التقاول منش وقت تمارس هذا النشاط نشاط التزوير سيدي نطباحها من زمان يعني شوي الوضعي اختلفت بالسوق يعني صارت طباعة مو مو ذاك المردود المادي يعني اللي تم القاه القبض عليهم ودلالتهم تم القبض عليهم سيدي كانوا يشتغلون معي بالمطبع و يعني عن طريقهم جاموا يأخذون المواد اللي نطبحها الجناصي بطاير يأخذونها يصرفونها موسيقى بشقدة الأسعار سعر هوية الأحوال المدنية سعر شهادة الجنسية العراقية أسعار قسايم الغاز والنفوط أسعار السكوك وإلما المستفيدين منها بشقدة الأسعار سيدي الجناصة الجنسية على خمس تالاف والشهادة الجناصة هم على خمس تالاف تصرف والسكوك يعني أكثر من عندها يعني السكوك يجيني يعني متوازع علي السكوك يحتاج لتنضيد وترتيب وبصيغة الدفاتر تطبع السكوك أم بصيغة مفردة؟ سيدي يعني على شكل دفتر لو سك سك سيدي على شكل دفاتر يطلع عندنا على مدة نقدر نصرف عليه التلماني الشخص اللي يقوم ببيع هذه الكميات إلك وتصريفها داخل السوق منش وقت يباشر وياك هذا الموضوع؟ من يا فترة؟ سيدي من زمان سيدي عندك شريك بالمطبعة؟ لو ملكك فقط؟ نعم سيدي ملكك فقط هل نادب على فعلتك هذه؟ وممارستك الفعل التزوير؟ نعم سيدي ليش مارست هذه المهنة؟ سيدي متلبكة قبل يعني الوقف في السوق ما للطباعة وما للتعاملات مستورد قام ميجي يعني فيما نقول كسر علينا السوق هجارات غلية وعندنا العمال هم جورهم هم بليت علينا الأحبار همين تم ضبط أربع مكاين عملاقة داخل المطبعة كل هذه المطابع تعمل وش قد أسعارها؟ سيدي المطابع تعمل أسعارها يعني حوالي أربعة آلاف دولار أكثر يعني مو سوى إنه كلمانه من شاهده هل أنت مطلوب بقضية سابقاً أو موقوف سابقاً أو محكوم عليك بجرحة أو جناية سابقاً؟ لا سيدي شلون تم القبض عليك؟ تم جنا بالمطبع ورأسنا جاءت القوات الأمنية داهمتنا رئيسينهم وياهم ومتهم الآخر كان يشتغلوا وياي وكم شونا وضبطوا عندنا المواد في ختام الحلقة نشكركم على حسن المتابعة وانتظرونا وأحداث جديدة من برنامج حاج الصمت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر